الأمير في قبضة الشرطة هذا المشهد الأخير لبطل القصة التي أثارت سخطاً واسعاً أوساط اليمنيين تعود الحكاية إلى هذه المشاهد التي سجلت اعتداء أمير سعودي يدعى سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود ضد شاب يمني مقيم في المملكة العربية السعودية شكلت القضية رأياً عاماً بعد أن انتشرت جرائم الأمير المراهقة وهو يعتدي بالضرب ويوجه الشتائم لجمال سنان الشاب اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية لم يكن سنان الوحيد الذي تعرض للاعتداء فهناك العديد من الأشخاص حيث تظهر بعض التسجيلات المصورة أيضاً بهانتهم وتعرضهم لاعتداءات متفرقة ومن بينهم نساء وشباب مارس السعود بن مساعد أساليب مختلفة بحقهم عزز التفاعل في القضية بعد أن سجل جمال سنان توضيحاً مصوراً طالب إنصافه كما شرح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ملابسات الحادثة يحسب لجمال سنان الذي بدأ ملطخاً بدمه أنه سجل مناشدة على العكس ممن صمتوا وهو ما جعل السلطات تستجيب لنداءاته وأصدر الملك السعودي قراراً يقضي بإلقاء القفض الفور على الأمير الصغير وإداعه السجن لتبدو هذه الإجراءات خطوة أولية في طريق تحقيق العدالة لعدد ممن تعرضوا لانتهاكات وثقت بنفس الأيد التي نفذتها اشتركوا في القناة